ازدياد عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة دفع برئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون لتقديم خطته من أجل تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية هذه الخطة سيتضمنها خطاب الملكة إليزابيت الثانية التقليدي أمام البرلمان الأسبوع المقبل وسيفصل البرنامج التشريعي للحكومة للسنوات الخمس المقبلة وقال كاميرون إنه سيتم إنشاء قوة خاصة تجعل من بريطانيا بلدا أقل جاذبية للمجيء إليه والعمل فيه بشكل غير قانوني وأضاف من السهل جدا العمل وتشغيل عمال بشكل غير قانوني هنا في المملكة المتحدة لذا سنتخذ إجراءا جذريا ونجعل من العمل غير القانوني جريمة جنائية بحد ذاتها هذه الخطة ستقدم إلى البرلمان كمشروع قانون تمنح الشرطة سلطة وضع يدها على رواتب العاملين بشكل غير قانوني كما تشدد على شروط الاستفادة من المستعادات الاجتماعية إضافة لترضي أي مهاجر غير شرعي أدين بجريمة قبل أن يتقدم بدعوى استئناف